طيب دكتور حسام يعني حينما نرى التناول الإعلام الآن أصبح للأسف شديد وبالمنتهى الجرأة في عدد من القنوات الفضائية يتناولون الثوابت وتعنون في رمز الأمة وفي زبل الوضع كان حتى التناول في مسألة التجرؤ على المؤسسة الأزهرية والمؤسسات الدينية الرسمية في الدولة ما كان بهذه الصفقة الموجودة إعلاميا الآن كيف ترصد هذا كأستاذ الإعلام؟ والله في البداية رحب حضرتك بالشيخ أحمد وكل أستاذ المشاهدين مرة تانية وبقول أنه للأسف الشديد هذه الظواهر التي طرأت على مجال الإعلام تحتاج منا إلى وقفة كبيرة نحن كنا بالأمس القريب نتحدث عن فيلم أصحاب ولا أعز وأنا يمكن أطلقت عليه في حينها على الهواء مباشرة أصحاب ولا أخز ثم فوجئت أيضا بالأستاذ إبراهيم عيسى وهو يقف احتراما وتقديرا للفنانة مونة زاكي على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة القاهرة والناس ويقدمها بوصفها نموذج ويقول لها أنت نموذج لكل فتاة مصرية وكانت بالنسبة لي بصراحة أمر مستغرب على الإطلاق لأنه يعني هو يقف لها احتراما وتقديرا لأنها خلعت ملابسها في أثناء الفيلم والكل يعلم ماذا خلعت في أحداث الفيلم وأحداثه معلومة للجميع نعم نعم فهذا أمر كان مستغرب وأنا بقول أنه الفنانة مونة زاكي ما احترامل شخصها أنها لا تصلح أن تكون نموذج للفتيات والمسلمات أو للفتيات عموما الأمر الآخر أنه بمتابعة بعض الضيوف الذين يظهرون عبر وسائل الإعلام وينقشون ملف التجديد لأن القضية أساسها ملف التجديد الديني أو ملف تجديد الخطاب الديني للأسف الشديد الكثير منهم لا يعلم أصلا كيفية تحليل الخطاب وهو لا يمتلك أي أداء من أدوات البحث العلمي وهو لا يمتلك تخصصا على الإطلاق ولذلك يظهر عبر الفضائيات ثم يطلق على نفسه بحث وأنا أسأل مثلا إسلام بحير عندما يتم استضافته على الهواء بحث في إيه وبحث عن إيه وما هي مؤهلات العلمية والأكاديمية والدراسية حتى يتكلم في هذه الأمور التي ترتبط بأدق مجالات التقصص في أمور الفقه والعقيدة والدين وأنا هنا أتحدث من منظور إعلامي وليس من منظور ديني شيخ أحمد وفى وكفى في هذا الإطار ولكن من منظور إعلامي الكل يعلم أنني أثناء التجهيز أو التحديد لأي حلقة على الهواء مباشرة إذا كنت ميال أن أنا أجيب أحد الضيوف يطعن في أحد الرموز أو يتحدث بأسلوب غير لائق بحثا عن ترند وهمي أو بحثا عن معدل مشاهدة مرتفع وهي أيضا مشاهدة وهمية فأنا أجيب شخص مثل إسلام بحيري فأنا أجيب حد زي الناس اللي بتطلع بتطعن في السوابت وتطعن في الرموز وأنا أرى أن الإعلام الذي يطعن في سوابت الأمة وفي رموزها لن يبني أوطانا على الإطلاق هذا إعلام مخالف حتى من ناحية الضوابت والأكواد الإعلامية المختلفة وبحكم التخصص فأنا أعلم كل القوانين والضوابت والأكواد واللوائح التي تبيح ممارسة العمل الإعلامي وأقول أن تناول هذه الأمور بهذا القدر من السزاجة لأنا لا أسميها جرأة لأن الجرأة قد تفهم بمعنى إيجابي ولكن أنا أتحدث أنهم يتحدثون عن جهل وأنا أؤمن بالتخصص وعندما عرض علينا الأستاذ إبراهيم عيسى وأنا أحترم كصحفي شايف أنا على الهواء مباشرة وبقول لأستاذ إبراهيم عيسى صحفي كبير في مجال تخصصه فهو أخريه كلية الإعلام فهو يستطيع أن يكتب مقالا في الشؤون العامة في الأمور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ولكن عندما يتم تقديم هذه الحلقة بهذا المحتوى وهو يطعل في كل السوابت ويتحدث بلغة إعلامية أراها لغة إعلامية رديئة وأنا قبل ما يجل حضرتك على الهواء مباشرة يعني شاهدت الحلقة بأكملها وأنا بقول أنه الإعلامي أو مقدم البرنامج ليس زعيما سياسيا وليس خطيبا وليس مجددا وليس بطلا شعبيا يعني مش مطلوب منه على الإطلاق أنه يظهر في حلقة لمدة ساعتين على الهواء مباشرة ليس معه أي ضيوف وتحدث في كل الأمور للاقتصاد والسياسة والدين والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية إلى آخره هذا أمر غير مقبول على الإطلاق وأنا أدعو الأستاذ إبراهيم عيسى أن يرجع إلى المواد التي قام بدراستها في كلية الإعلام هل ما يقدمه يصلح أن يكون إعلاميا أن يكون مزيعا أو مقدما للبرامج على الإطلاق بس هو لا يظهر بيعتبره مقدم البرامج كمذيع وبيظهر كباحث أنا ما أفهم أن هذا القالب الذي يظهر به عبر قناة القاهرة والناس بشكل ممتظم ودوري هو برنامج هو مقدما للبرنامج عندما يحل ضيفا في لقاءات أخرى وعبر قنوات أخرى ولديه برامب أخرى في قناة الحرة مثلا إلى آخره يعني يمكن تقديمه كباحث وأنا أيضا حتى كلمة باحث أصبحت مشاع بين الناس يعني ما هي مؤهلاته العلمية والأكاديمية والدراسية حتى أقول باحث ده إحنا عشان نوصل لمرحلة باحث لديه العديد من المراحل الدراسية المختلفة الأمر الآخر كنت أكلمك عن اللغة الإعلامية يعني أنا استمعت إليه وهو يشكك في كل ما له علاقة بالدين أنا لا أعلم هل هناك أزمة شخصية بين الأستاذ إبريم عيسى وبين رجال وعلماء الدين وأنا أحب أن أطلق عليهم علماء الدين فهم علماء للدين هو يتحدث أن المسلم في 2022 لا يحتاج إلى رجال دين أو علماء الدين على الإطلاق لأنه المسلم يعلم كيف يصلي ويصوم وإذا ذهب إلى الحج فهناك المطوف إلى آخره وأنا أقول أن الأمور أعقد من ذلك بكثير المسلم بحق يحتاج إلى عالم دين متخصص في مجاله عالما بأمور الفقه والشريعة حتى يستشيروا في أمور الدنيا وأمور الدين من 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 المسلمين لا يحتاج إلى فتوى وإلا ما فائدة الجامع الأظهر مؤسسة تعليمية ودينية رسمية تقود يعني التنوير في العالم الإسلامي كله ما فائدة هيئة كبار العلماء ما فائدة الفتوى ومفتي الديار المصرية إذن هو يتحدث في أمور عن جهل لا علم له بها على الإطلاق أيضا عندما تحدث عن سيدنا عمر بن الخطاب أنا يعني بسأله ما هو الرابط بين عدله وبين حكماته وبين مقتله ما هو الرابط بين الأمرين عشان يقول أن الناس بتخفي وأن رجال الدين يخفون كل شيء موجود ولكن لأهل التخصص ولأهل العلم لأن ما أعلمه أنه ليس كل ما يعرف يقال عبر المنصات والمنابر المختلفة وأيضا الجمهور المستهدف بالنسبالي لأن هناك علم يسمى علم خاصة وعلم خاصة الخاصة إذن هذه أمور لا ينبغي الحديث فيها يتحدث عن رجال الدين أنهم يشجعون على التلصص وعلى التجسس وعلى تتبع العوارات